إن رسالتنا في هذه الديار هي رسالة شهادة سلام ومحبة على صعيد الإنسان والوطن وستبقى الكنيسة منارة المحبة والأخلاق نابضة بالحياة هذا ما أكده كاهن رعية ماريلياس الغيور في مدينة قطنة ريف ديماشق الأرشماندريت إغناتي سلطفي تعقيباً على زيارة الباطلية الكحن العاشر الرعائية إلى قطنة معبراً عن فرحه وفرح ابناء الرعية بهذه الزيارة التاريخية التي سترخي بظلالها على الساحتين الكنسية والوطنية الأرشماندريت إغناتيوس تحدث بإسهاباً عن مراحل بناء الكنيسة التي بدأت مع الأب الشهيد فادي الحداد بعهد المثلث الرحمات الباطريارك إغناتيوس الرابع وتم تشهيد الكنيسة بهمة المحسنين من أبناء الرعية حتى باتت قائمة مع باحتها الخارجية على مساحة تجاوزت لألفين متر مربع وبحسب الأرشماندريت إغناتيوس إن المسلمين في قطنة أيضاً كانت لهم لفتة في بناء الكنيسة وسجلت لهم مشاركة مادية ومعنوية وهذا ما يدل على الأخوة والمحبة والتلاقي بين أبناء المدينة مقابل ذلك استعرض الأرشماندريت إغناتيوس كل الهيئات التابعة للرعية من مدارس أحد هيئة العائلات، جوقة الكنيسة والكشافة، أسرة إيمان ونور، مجلس الرعية، أخوية القديسة بربارة، وغير ذلك من الهيئات التي تعنى بشؤون الرعية أما أعضاء هيئة العائلات فقد عبروا عن فرحهم لقدوم البطر يارك يحنى منوهين بالدور الذي يقوم به ويبذله في سبيل أن تبقى العائلات متماسكة ومتحبة وليس لقاء العائلات المتنقل على مستوى سوريا سوى خير دليل على اهتمام البطر يارك يحنى بالعائلات لا سيما في هذه الظروف الصعبة أما الأطفال فتغط على كلماتهم عبارات ملؤها البراءة وهي سيدنا نحن من حبك وزيارتك إلنا بركة كبيرة